سعياً منها لتسوية المنحدة البياني لجائحة كورونا وضمن محاولاتها لوقف انتشار الفيروس التاجي لاجأت السلطات الصحية في بوليفيا إلى إجراء الكشف المبكر على عدد من المواطنين عناصر تواقم الطبية قامت بجولات داخل أحياء العاصمة البوليفية الفقيرة لاباس بهدف إجراء فحوص سريعة على نحو 43% من سكان المنطقة من غير القادرين على ذهاب إلى المستشفيات لإجراء الفحص ومن ثم إعطائهم بعض الأدوية إذا لزم الأمر أعاني من ضيق في التنفس ولدي أعراض الفيروس هذا ما أخبرتني به الطبيبة الكثير من جيراننا في الحي قضوا بسبب الفيروس ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بوليفيا إلى أكثر من 106 ألف فيما بلغت حالات الوفاة نحو 4300 وجدنا بعض المسنين الذين يعيشون في منزل واحد وبعد فحصهم تبين أنهم جميعاً مصابون بكوفيد-19 السلطة في بوليفيا تتوقع أن تجري فحوصاً في أحياء لباز على نحو 180 ألف أسرة ولسيما أنها كانت تسجل في وقت ليس ببعيد نحو 1300 حالة كل يوم وفي لبازي وحدها وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة إلى أكثر من 18 ألف حالة